جاء صبي يسأل موسى عليه السلام أن يغنيه الله فسأله موسى عليه السلام هل تريد أن يغنيك الله في أول ثلاثين عاما من عمرك أم في الثلاثين عاما الأخيرة فاحتار الصبي وأخذ يفكر ويفاضل بين الاختيارين ثم استقر اختياره على أن يكون الغنى في أول ثلاثين عاما من عمره وكان سبب اختياره أنه أراد أن يسعد بالمال في شبابه كما أنه لا يضمن أن يعيش إلى الستين من العمر ولكنه نسي ما تحمله الشيخوخة من ضعف وهزال ومرض دعا موسى عليه السلام ربه فاستجاب الله على أن يغنيه في أول ثلاثين عاما من عمره اغتنى الصبي وأصبح شديد الثراء حيث صب الله عليه من الرزق الوفير ثم أصبح الصبي رجلا فكان يفتح أبواب الرزق لغيره من الناس فكان يساعد الناس ليس فقط بالمال بل كان يساعدهم في إنشاء تجارتهم وصناعاتهم وزراعتهم ويزوج غير القادرين ويعطي الأيتام والمحتاجين وتمر الثلاثون عاما الأولى وتبدأ الثلاثون الأخيرة وينتظر موسى عليه السلام الأحداث وتمر الأعوام والحال هو الحال حيث لم تتغير أحوال الرجل بل ازداد غنا على غناه فاتجه موسى عليه السلام إلى الله يسأله بأن الأعوام الثلاثين الأولى قد انقضت فأجاب الله وجدت عبدي يفتح أبواب رزقي لعبادي فاستحييت أن أقفل باب رزقي له لا إله إلا الله ما أعطفه وما أرحمه وحقا الصدقة تدفع البلاء وتجلب الرزق والرأحة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون